تميزت ليندا ريزنيك بقدراتها التسويقية ثم انتقلت من مروجة ناجحة في التسويق إلى مليارديرة تتربع على ثروة تقدر بثمانية مليارات دولار صنعتها بكفاءة خلال مسيرة مهنية امتدت لنحو خمسين عاماً فما سر هذه الثروة؟ ولدت ليندا ري هاريس عام 1944 في ولاية ماريلاند الأمريكية وترعرعت في بينسلفينيا حيث كان والدها جاك ايتش هاريس يعمل موزعاً للأفلام وهو ما ساعدها للظهور وهي طفلة في حلقات من برنامج The Horn and Harder Children's Hour بعد انهائها مرحلة الثانوية انتقلت عائلة ليندا إلى جنوب كاليفورنيا والتحقت هناك بكلية محلية لكنها لم تكمل دراستها بسبب تولي وظيفة بوكالة للإعلانات حيث اكتسبت بعض الخبرة لتؤسس وكالة إعلانات خاصة بها تحت اسم ليندا ليمتد فيما كانت لا تزال في التاسعة عشرة فقط كانت ليندا مسويقة موهوبة تعمل بجد من خلال شركتها عندما التقت ستوارت ريزنيك الذي كان قد اشترى أول قطعة أرض زراعية له في كاليفورنيا في عام 1978 لتكون بداية لتأسيس عملها في المنتجات الزراعية حيث تشارك في شراء شركة تيلي فلورا لتوزيع الورود وتوصيلها إلى المنازل في عام 1979 في ذلك الوقت تزوجت ليندا من ستوارت وتخلت عن وظيفتها الإعلانية لتصبح نائب الرئيس التنفيذي للتسويق في الشركة ورئيسا لها في النهاية خلال عملها في الشركة عرفت ليندا بحملات إعلانية لا تنسى واستراتيجيات تسويق الرائدة مثل جيت كراكن للترويج للفستق وفلاورز ان اكيفت التي فازت بجائزة ايفيا الذهبية كما شاركت في تأمين رعايات تلفزيونية رائدة ونالت حملاتها الترويجية تكريمات وجوائز محلية عدة إلى أن أصبحت رئيس مجلس إدارة الشركة في عام 1986 لاحقا نمت أعمال الزوجين وقاما معا بشراء العديد من الشركات وأعادا تسمية جميع مقتنياتهما باسم شركة ووندرفور كامباني للمنتجات الصحية فتولى ستيورت منصب رئيس مجلس الإدارة وتقلدت ليندا منصب نائبه حيث أشرفا معا على إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات الصحية عالية الجودة بما في ذلك العلامات التجارية الشهيرة كالفستق ومياه الفيجي ومحاصل الجريب فروت والليمون والبرتقال الخالية من البذور واللوز وعصير الرومان الغني بمضادات الأكسدة الذي يباع مع العلامة التجارية بوم حيث أشرفت ريزنيك على التسويق العالمي وتطوير المنتجات حتى أطلق عليها اسم ملكة البوم خلال مسيرتها المهنية الطويلة مرت ليندا بالعديد من محطات التوقف والنجاح على الصعيد الشخصي حيث انتهى زواجها الأول بالطلاق بعد إنجابها طفلين قبل أن تتزوج ستيورت الذي عاشت معه محطات متقلبة من النجاح والتعثر قبل أن تستقر أعمال إمبراطوريتهم التجارية ويجمع ثروة تقدر بثمانية مليارات دولار موسيقى